تسارعت وطيرة الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية على ساحة جريدة ومنفصلة جغرافية عن المعارك في غزة لكنها على صلة بها من حيث أهداف كل طرف من أطراف الصراع الأقليمي مياه الخليج وبحر عدن ومضيق هرمز كانت مسرحة للأحداث والتطورات التي انطلقت شرارتها مع أقدام الحثيين على القيام بحجمات بطائرات مسيرة على سفن حربية أمريكية واعتراض ومصادرة ناقلتين في حادثين منفصلين فضلا عن اطلاق صاروخين على مدمرة أمريكية أثناء قيامها بدخلص إحدى الناقلتين هذه التطورات كانت مدعاة الاستشعار الخطري من الجانب الأمريكي وهو ما دفع واشنطن للتحرك بشكل عاجل عبر سلسلة من الإجراءات التي كان من بينها عبور المجموعة الحجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور مضيق هرمز للدخول مياه الخليج العربي للقيام بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية هذه المجموعة تتضمن أيضا طرادا للصواريخ الموجهة ومدمرات صواريخ وفرقاطة فرنسية إضافة إلى أبحار السفينة إنديانا بولس في الخليج بمهمة للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار هذه التحركات التي تتميز بطابع الردع في المقام الأول تأتي في إطار حماية الممرات المائية ذات الحساسية البالغة كونها طريقا لإمدادات النفط العالمية لكن العامل الآخر الذي دفع الإدارة الأمريكية لخطواتها الأخيرة هو محاذاة المنطقة للسواحل الإيرانية وقوتها البحرية من جهة وقربها أيضا من الرقعة التي تخضع لنفوذ وصدوة من تصفهم واشنطن بوكلاء وذرع إيران في المنطقة وهي أسباب كفيلة بأن تضع الأمن الإقليمي على المحك